الناس تنمروا على شكلها وفجأة ظهر لها شاب وسيم وممثل محبوب بس عنده جانب دنيء ما حدا بيعرفه غير بطلتنا خلوكم معنا ومشي ماشي أصدقائنا رجعنا لكم بحكاية سول قسم الرابع لو ما شفت الأقسام الماضية الرابط بالتعليق المثبت وعبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو سو سعيدة بعد الأخبار اللي انتشرت عنها بالمقالات لما شافوا الصورة والناس حبت أداءها بس فرحتها ما بتكمل لما بتكون بتجاهز لمشهد التمثيل بيجي شو اللي عندها وبيسألها إذا شافت الأخبار الصورة اللي تم تصويرها لها دولة اتنين تم نشرها على الانترنت والمقالات انتشرت عنها بنهر طبطة بعلاقة مع واحد من العاملين على الفيلم وبالتالي النقط صار يوصلها وكل الطاقم بيكونوا عم يحكوا عنها بس وبتعرف انه اللي ورا الموضوع هي ريري وبتروح لتواجهها بس ريري بالبداية بتتظاهر بالبراءة وبتحكي انها ما بتعرف عن شو عم تحكي ولما دمرق من جنبها بتهمس لها انها راح تتدمر لو شاف المخرج ساو هالصورة والشائعات وبتحاول ليو فتاة الميكياج انها تضافع عن شو بس بتضغر الممثلة لي وبتحكي لسو شكرا كتير على الطعام اللي تبغتي لي ايام بارح واصفة اني خليتك تساري عندي لوقت متأخر لحتى الكل يسمع وبتطلب من سو تتماشها مع الكلام اللي عم تحكي وهي كلامهم عن انها مبارح اضطوا مع جو بالليل راح يتمنا فيه سو بتتشكرها على انقاذها بس لي بتحكي لها لنصر لها زمان بها المجال وبتعرف قد نفوس الناس مريضة وممكن يلفق لأي حدا اي شي لحتى يسرقوا دوره شو بتقولها ان الكلام اللي طال عنها غلط وبتحكي لي انها بتعرف هالشي لانه ساندي مستحيل كان يسمح لها تعمل هيك شي ساندي من زمان انقتلي موقف مشابه ببداية حياتها ولعيك هي بدها تردله المعروف بمساعدتها لسو اما عندي ريفة بتعصب لما تعرف انه ما حيتم اخد اي اجراءات بحق سو وبتكون عم تحكي بالتليفون وتتوعد للوكيل فبتيجيها سو وبتفوت لغرفتها وبتقولها رح اسمعك شي رح يعزبك كتير وبتشغل لها التسجيل لما سمعوها هي وجيان بالغرفة المرة الماضية وهي عم تحكي للمنتج مسترلي انها بتحبه وبتهددها بانها لو رجعت طلعت عنها اي اشاعة رح تنشر هالمقطع على الانترنت ايدي بتخاف بس بتتوعد هي كمان سو انها رح تلاقي عنها شي وتنشره او تمسك عليها وبعد كم يوم سو بتطوخ للجميع بقاعة الفندق بتسألها لي اذا عرفت مين اللي نشر الاشاعة عنها بس سو بتحكي انه مو مهم مين المهم انه هالاشاعة انتهت وبيكون الاكل لذيذ كالعادة وبتمدحها لي على طبخها المميز وبيفتقدوا ساندي اللي صار له فترة مختفي من المكان وبيتناول لكل الطعام ولما بترجع سولة غرفتها بيدق ساندي الباب وبيحكي لها انه في شي ضروري لازم يخبرها عنه ساندي بيقولها انه بحث عن موضوع الصور اللي تم تصريبه وصحيح انه ريري هي اللي نشرت الصور بس اللي صور الصورة هي فتاة الميكياج يو ولما بتعد معها الثاني يوم بتسألها سو اذا عمرها قدتها او تصرفت معها بسو لا ترد لها هالشي بها الطريقة وبتقولها انها بتعرف عن الصور اللي تم التقاطهم يو بتخبرها انه ريري عرضت عليها مبلغ كبير من المال ولانه وضعها المادي سيء صارت تفكر بالموضوع بالبداية رفضت بس ريري رجعت عرضت عليها عرض افضل مع مشهة تمثيلي ولانها نفسها تكون ممثلة وافقت بتعتذر لسو بس بتحكي لها انه اكيد ما حتقبل مجرد اعتذار تافه مثل هيك اما عن المنتج مستر ليفة بيحكي لوكي لد ريري انه ما رح يرجع يحط ريري باي اطوار تانية او يتوسط لها ولا رح يعمل انه ساعدها من اليوم خصوصا بعد ما يكون شاف العرض للفيلم متمثيل سوء وبيكون واضح انه بلش يحط عينه على سوء كممثلة عنده اما عن سوء فبتحكي ليو انها ممكن تتصرف معها بهالتناءة بس هي ما رح تعمل هيك وبتقولها انه مصلحتها مؤهم من مصلحت الناس وانها رح تخلي اللي صار هلأ سر بس لازم تتعلم من اخطائها وبتقرر انها تسامحها وبيخبر ساندي جيان باللي صار هالفترة بس جيان بيحكي لو انه يضل يعتني فيها لانه ممكن بهالطريقة تنمي لإلها اعداء اليوم هو اخر يوم لما شاهد سوء وهيك رح ينتهي دورها بالفيلم وبينتهي من اللقطة الاخيرة وبتحكي لي لسوء انها استمتعت معها بالتمثيل والكل بيحتفل فيها وبيوضعها وحتى المخرج بيقولها انه عنده ايمان بموهبتها وانه الفيلم رح يصير تريند بالتأكيد وهيك بترجع سولى البيت اخيرا بس جيان ما بيكون فيه لانه هو كمان صافر ليصور فيلم جديد لإله بس ساندي بيحكي لها ما تنسى تتراثل مع جيان وتخبره عن وصولها وهيك بتراسل سوجيا بإحراج وخجل وبتتمنى له توفيق مشاهده القادمة وبتوصل سوء دعوة من مستر لي صاحب شركة الانتاج لحفلة عندهم بعد يومين وبتروح سوء مع ساندي للحفلة وبيكون مستر لي بانتظارهم وبيحكي لها انها طالع بتاخد العائل وبتكون سوء متوترة بالحفل لانه بيسمع عدد كبير من المنتجين والمخرجين والممثلين وهالشي بيعني زيادة نسبة حصولها على العمل بس هي بتكون متوترة وما بتقدر تحكي مع حدا ولهيك بتروح لتعود بمكان هادي جنب المسبح بس بتلمحها ريري وبتلاقي انه مستر لي عم يطلع عليها وطالما هم خبروها انه ما رح يكون فيه إلها اي معاملة خاصة ولا رح يحاولوا يحصلوا لها على ادوار اضافية توقعت انه سوء هي السبب وركضت لا تحاول تدفعها للمسبح بس سوء حصت عليها ونصلت حالها ووقعت ريري بدورها بالمسبح ريري بتحكي لسوء انها دمرت لها حياتها المهنية وبترد عليها سوء انها هي المسؤولة عن ها التدمير لانها بدل تستخدم اساليب وما بتمثل بنظافة مثلها وريري بتكون مصرة انه رح يجي يوم وتوقع في سوء ولما بتغادر بيدخل مستر لي وبيعتدر لسوء على تصرفاتها وبيحكي انه هو كمان ملام على هالتصرفات الصبيانية والطائشة من ديري وبيحكي لسوء انها فطاة طيبة والاجواء بتكون متوترة لانه مستر لي طالع لطيف وعم يتغزى لبسوء اشتغل الموسيقى للرأس وبيطلب منها يرقص معها وبتخزى لسوء وما بتعرف سبب الرومانسية اللي صارت بالاجواء وبيحكي لها انها راقصة محترفة وانه محظوظة انها عم ترقص معه وبيقول انها جميلة وذكية بتبالي سوء دوب خجال اللي عم يحكي لها بس بتعطس فجأة وبتخرب كل الجو ومثل كأنها مرضت بيروح ليجي بالها مي وبيطلب منها رقمها والسوء عم توقع باللطافة اكتر واكتر مستر لي بيرجع يطلب منها رقمها بس هي بتقوله انه لازم يتواصل معها من خلال وكيل اعمالها ساندي وبيحكي انه الكلام اللي رح يحكي لها يا خاص فبتتوتر سوء وبتستنى ساندي على نار وبهالاثناء بيكون جايان عم يتصل على سوء وبيعصب انها ما عم بترت عليه وبيتصل على ساندي ليوصي عليها ومستر لي بيصر على سونها تعطي الرقم وبيقول انه بدوا اياها تشتغل معهم لانه موهبتها رائعة خصوصا بعد ما حضر الفيلم مسبقا بعد ما انتهوا منه وبتطلب منه انها تفكر بالموضوع وبتاخد كرت العمل وبييجي ساندي وبينقدم للتوتر ولما بترجع للبيت بتلاقي مكالمات كتيرة وتسجيلات من جايان وانه معصب منها انها ما عم بترد بس باخر تسجيل بيحكي لها انه كان بده يحكي لها تصبحي على خير وبيطلب منها تهتم بحالها وبيكون تسجيل لطيف من جايان بيخلي سوء تسعد فيه وتاني يوم بكر بتلاقي برضو الانترنت نشر صورتها مع مستر لي وبيتصل عليها جايان وهو معصب وبيطلب منها تفسير للي صار فبتقول انه هاد شي طبيعي طالما كانوا بحفلة واكيد ما حدا رح يقدر يطلع اشاعات عنهم بس جايان بيكونوا معصب لانه غيران وبيحكي لها انها اكيد راقصة سيئة فبتلبس ملاي تتخذ وبترقص لتورجي اداءها وبشكل ما بتحس بالسعادة وبتتخيل انها عم ترقص معه وبتستغرب انها مرتاحة بعكس مبارح مع مستر لي ولما تخلص الموسيقى فجأة لاتنين بيخجلوا وبيحكوا انهم لازم يساكلوا الخط ولما ينتهي جايان من تصوير مشهد بيحكي مع ساندي بخصوص الخبر الخاص بسو وبيسألوا ساندي اذا بيحب يتواصل مع حدا لا يمسح الخبر بس جايان بيقول انه عنده حل اسهل وهو انه ينشر خبر اكبر وبوقت ما حدا رح يهتم بسو ومستر لي ولهيك بيتصور مع الممثل الامريكي اللي معهم بالفيلم وبينشر الصورة لحتى الناس يتنائلوها بهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الرابع من حكايته الحب ظاهر من الجهتين برأيكم هل في حدا منهم رح يكسر كبرياء الغروره ويعترف للتاني بالحب اكتبونا بالتعليقات وبنعتذر على الصوت لاني عم بمر بحالة صحية بنشوفكم بملخص جديد ولوقتا سايونرا